قبر أولي عدنا عن أحمد حسن وزينب وسفرهم نوعاً مال مفاجئ لأمريكا فلنزل شفية ستوريات أحمد جاندي أعلم بيها أنه هو حالياً بأمريكا ويطلب المتابعين أنه يجزون هذا الستوري لأي أشخاص الموجودين بأمريكا عم متصر بياتهم تعاون فلتتقون يا حبابي لحسر التعاون بين أحمد حسن وزينب وأنا سواصاله فكتبوني بالكومنتات اكتبوا لي بالكومنتات هن راح تفرحون أو راح تزعلون إذا صار هذا التفاعل والتعاون شوفوا الستوري من هنا عم متل في أمريكا أو فلوس أنجلوس على وجه التحديد يعني 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 قولوا لي بقى يعني عرفونا كده أنا وزينب الأحنا هزين نعرف من الناس اللي متابعنا وموابوض هنا في نفس الوقت فلوس أنجلوس أو أمريكا على وجه العموم يبعطوا لي بعطوا لي بقى نروح حاليا نور مار ومحمد مار بعد ما نزلوا هذه الستوريات كانوا حطوا بيها نور مار فيديو حط لبس بها حلق وحط ليها وشم وشالوا وفروا عنه بحسابه بالإنستجرام ويقولوا أنهم اتبروا من عنده رغم الآن متأكد الموضوع مقلب مو أكثر ولكن نور مار نزل هذا الستوري أو شي شان ديال من خلال أنه راح ينزل مقطع استواره راح يزال اليوم الثاثاء راح يكون بيه ويقرارات غريبة بعد نزل هذا الستوري يا حبايب اللي واضح أنه كان دائب شي بيه منه عيونة واضح أنه هو الزعلان كان كلش وكاتب شوفي كلها التخلي بس مجرد غيرت شي بحياتي والهو يقصد أنه غير دين الإسلام وآخر شي ختم بهذا الستوري كان كاتب بيه ما عمل شي يستهل كلها ديوم الثاثاء والهو يصد الفيديو اللي راح ينزلنا يوم الثاثاء بباجر راح نعرف بكل حقائق يا حبايب عليكم انكتبوا يا حبايب الكوميتات شوريكم هذا الموضوع حتى توقعوا الموضوع حقيقي او لا وعلى سيرة نور مار يا حبايب فهو التخوي يا ريدر وياسو ونزلوا شوية تستوريات كان بها ريدر وياسو ويهم نور مار الاتقال اري هل توقعون ممكن صر تعاون بيناتهم او لا روح حاليا بيسان وانس شايب يا حبايب تنزلهم هذا التك توك اللي بيسان لما نشوف ابنية تكرهها شنو حتكون ردة فعلها راح تطلقكم الفيديو شوفوه مشوف تهز بخصره كأن ملكة عصره لوزت عامل ألزأ ومثلك تربعه مختصره فكتنا يا حبايب الكومنتات شاركوا بعض الخبر ننتقل حاليا لمتابعين وكشفهم الحقيقة وسام تكيت وخفاءة لياسو من الكومنتات اللي عنده بالنسبة للمتابعين اللي الآن ما يعرفون شنو يعني انه هو خفاء اسم ياسو من التعليقات اللي عنده واللي عبارة عن ميزة باليوتيوب بس تدخل على الستيديو باليوتيوب يا حبايب وتروحون على الهدادات وتروحون على كلمة المنتدى بعدين فلاتر يا حبايب وتروحون على الكخانة اسم هالكلمات المحضورة تطبيعها اي اسم مثل هذا يطلع على قناتك لو افترض نحطينا اسم حاليا ياسو بهذه الخانة ونضغط نسيف فحاليا اي واحد رح يكتب اسم ياسو بالكومنتات ما رح يطلع وهذه ميزة باليوتيوب وطبع هذا الشي رح تعرفون لما انتكتبوني يا حبايب وتروحون تغيرون الحساب وتشوفونه من حساب ثاني عمود بيبين التعليق لما نفس الحساب يبين ولكن حساب ثاني ما يبين برثبت السبب الليش خلين وسام تكيت يشيل اسم ياسو من الكومنتات فباخر الفيديوهات نزلها رايدر وياسو بيبعض نوعا ما اللي ما حاولوا وسام تكيت هو الشنورة كل اللي صار بيناتهم هذا خلال متابعين يتهجمون عليه هو خوف من التهجم لغا اسم ياسو من التعليقات برثبت الدليل على الموضوعية يا حبايب ندخلنا على اخر مقطع نزله وسام تكيت وندخل بيها التعليقات ونكتب ياسو وذلك الملاحظة اللي كتبون ياسو حرفين واو مثلا هذا التعليق يا حبايب رح يطلع وله يكتب ياسو احرف متقطعة هذا الاسم همي راح يطلع ولكنه يكتب اسم ياسو بهذا الشكل اللي هو الطبيعي فهذا التعليق يا حبايب ما رح يطلع لو كتبنا حاليا اسم ياسو يا حبايب رحنا على كلمة الاحدث اولا وحفظنا التعليق اللي كتبنا الفيديوهات اللي ورائي multi 6 دقائق تقريبا وتعليق اللي برا من ساعة فضناهم كل جزئين يا حبايب رحون نغير الحساب على مشوفة لتعليق خيطلع للناس او لا بما يرى يساب يا حبايب ونزل بي على التعليقات ورحنا على كلمة الأحدث أولا رح يشوف انه تعليق من ظهر ونوى التعليقات اللي جوايه كلهم ظهره مثل شايفين تعليق صدقائق ظهر وتعليق اللي من ساعة همين ظهر بتعليقنا حبايب بالكومنتاج شو رأيكم بهذا الخبر وبصلاح حبايب نوصلنا للمخطأ ومن مخطأ عجبكم لا تنسوا انتجروا هذا المخطأ بلايكات وباس جانا كفيت زين من القاتل من الكتالقصاص وباس أحبكم